طلبة وطالبات الصف الثاني السنوي الفندوقي بالمدارس المطبق بيها منظومة الجدرات أهلا بيكو حبيبي معانا مرة تانية في حلقات وحدتنا وحدة التيرن داون سيرفيس أو الخدمة المسائية كنا بدأنا الخدمة المسائية في الحلقات السابقة وقلنا إن هذه الخدمة من أمتع الخدمات أو أجمل الخدمات التي تقدم داخل الفنادق ليه شباب نظر لأن هذه الخدمة بتهدف إلى تقديم لفتاة جميلة تعمل على تدليل العملاء داخل الغرف هذه الخدمة كمان بتهدف إلى إعادة وضع الغرفة مرة تانية بعد الوردية الصباحية إلى الوضع بالترتيب والنظافة اللي انت نفستها في الغرفة في الفترة الصباحية وقلنا إن هذه الخدمة شباب أو الغرض من تقديم هذه الخدمة إن أنا بعمل تدليل للعمل بتاعي علشان أكسب رضاء العميل اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت إزاي أنفذ الخدمة المسائية وإمتى بتتنفذ وإمتى بيقدمها الفنادق وهل جميع الفنادق بتقدمها في وقت واحد ولا لا قلنا شباب إن طبعا زي ما احنا فاكرين إن هذه الخدمة بتختلف تقدمها من فندق لآخر وفي مواعيد مختلف أحد الفنادق بيقدمها من الفترة من ستة لتسعة مساء وفنادق أخرى بتقدمها من فترة الثانية إلى الثالثة ظهرا وقد تستمر لفترة الساعة الحادية عشر مساء وقلنا إن التيرن داون سيرفيس فيها مجموعة كبيرة جدا من الإجراءات اللي بنفذها قبل دخول الغرفة وبعد مدخل الغرفة وفي بداية دخول الغرفة قبل مدخل الغرفة بعمل مجموعة من الخطوات أول حاجة بستلم الروم أسايماند شيب بتاعي والمستر كي زي ما احنا متعودين بعد كده بتجه للبانتري بتاعي وبجهز الترولي الخاص بيا بالأدوات والمعدات والمنظفات اللي أنا هحتاجها بعد كده بتوجه فين يا شباب إلى الكوريدور اللي موجود فيه السيشن بتاعي أو المنطقة اللي أنا هشتغل فيها داخل الفندق قبل مدخل الغرفة بتاعتي قلنا برتب أولوياتي وفقا للروم أسايماند شيب بتاعي وبحدد أنهي الغرف هدخلها الأول وقلنا في الحلقة اللي فاتت إن أنا بدخل الغرف اللي هي Expected Arrival أو المتوقع وصول نزلقها النهاردة وبعد كده باستمر في تقديم الخدمة في الغرف اللي هي اللي هو الغادر نزلقها أو اللي تشيك اوت تمام بعد ما بخلص تحديد الأولويات ببدأ أدخل الغرف وقلنا إزاي بدخل الغرفة وتعودنا في خدمة الغرف إن أنا بطرق ثلاث طرقات متتالية على الغرفة في كل طرقة بعرف نفسي به Housekeeping وبعد كده ببدأ أدخل الغرف كمان اتكلمنا إن أنا عند دخول الغرفة ممكن أقابل مجموعة من الحالات أول حالة إن النزيل يكون داخل الغرفة ويقبل الخدمة وفي الحالة دي بمنتهى السرور ببدأ أقدم الخدمة للنزيل وهو متواجد داخل الغرفة لو النزيل رفض الخدمة بسأله هو حابب الخدمة أقدمها بعد وقت معين ولا هو بيرفض الخدمة تماما في هذا اليوم ولو رفض الخدمة تماما بسأله لو كان محتاج أي مستلزمات أو كماليات أقدر أزودها له داخل الغرفة في الحالة الثالثة إن أنا ممكن إن النزيل ما يكونش داخل الغرفة ودي الحالة اللي ببدأ فيها بقى الإجراءات بتاعتي اللي اتكلمنا على جزء منها في الحلقة السابقة اللي هي أول حاجة إن أنا ببدأ أحط الترولي بتاعي قدام باب الغرفة وبعد كده أفتح الباب وحط الصدادة تحت الباب وبعد كده ببدأ أعمل إجراءات التيرن دون سيرفز داخل الغرفة أول حاجة إن أنا بفتح نارة الغرفة يعني بنور الغرفة تماما بتأكد إن طبعا كل جزء في الغرفة منير أو شغال بمعنى أصح الإنورة فيه شغالة وبعد كده ببدأ أعمل أشيك على الطفياط وتابع سلات المهملات في الغرفة والحمام لو فيها أي ربش ببدأ أخرجه على الترولي بتاعي بعد كده ببدأ أرفع جميع صواني الخدمة اللي موجودة في الغرفة إن وجدت واتخرجها على داخل الكريدور أو على الترولي بتاعي وفقا لسياسة منشأة الضيافة بتاعتي كمان ببدأ أغير جميع الأكواب اللي تم استعمالها وكمان بغير كل الفوط والبشاكير اللي تم استعمالها داخل الغرفة بعد كده ببدأ بقى أتوجه للإجراءات الفعلية داخل الغرفة وأول منطقة بتوجه لها داخل الغرفة قلنا في الحلقة اللي فاتت اللي هي منطقة السل وببدأ أنفس فيها مجموعة من الإجراءات المتتالية اللي على أساسها هنبدأ نقا أول حاجة أو أول إجراءة إن أنا بحمل جميع الأمتعة والملابس الخاصة بالنزيل وبحطها في منطقة مختلفة أو على حامل الأمتعة داخل الغرفة بعد كده ببدأ أشيل غطاء السرير وأقوم بطيه أي نبتنيه يعني أو أطبقه زي ما بنقول بالعامية وبعد كده أحطه على رف برضو حامل الأمتعة بعد كده ببدأ أحط المخدات اللي موجودة عندي في الوضع الأفقي بدل ما هي كانت رأسي بحطها في الوضع الأفقي وبعد كده بفتح زاوية السرير بزاوية 45 درجة وابدأ أحط عليها إسفونير بتاعي أو الهدية بتاعتي اللي بحطها من الفندق وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت أنه ممكن تكون مختلفة من فندق لآخر قد تكون قطعة من الشوكولاتة أو قد تكون وردة أو قد تكون قايمة الإفطار على حسب ما سياسة الفندق بتاعتي بتقولي بعد كده ببدأ أعمل طي لملابس النزيل مرة تانية وحطها عند قدم السرير بعد كده ببدأ أحط من زاوية بجوار الفتحة اللي أنا فتحتها من ناحية التليفون ببدأ أحط دواسة القدم وكمان السليبر اللي موجود عندي ببدأ بعد كده أعمل إنارة خافتة لمنطقة السرير وبعد كده ببدأ أحط إزازة الميا بتاعتي على الكومودينو والكوباية اللي موجودة عندي في منطقة الكومودينو وكمان ممكن أحط للنزيل الرمود بتاع التليفزيون علشان لو حبي بيستعمله وهو داخل السرير بتاعه اتنقلنا بعد كده للجزئية التانية وهي منطقة الحمام إزاي أجهز الحمام للفترة المسائية عشان النزيل يحس بالراحة والرفاهية داخل الغرفة بتاعتي قلنا في مجموعة من الإجراءات خمس إجراءات أيضا بنفزها داخل الحمام أول حاجة بقوم بتنشيف وتكفيف منطقة الحوض والحمام لو تم استخدامه يعني لو النزيل بعد الفترة الصباحية دخل الغرفة واستخدم منطقة البنيو أو الحوض وكانت مبلولة أو أخذ شاور فبالتالي برجع مرة تانية ونشف هذه المنطقة واجففها كويس جدا في الفترة المسائية بعد كده ببدأ أحط دواسة القدم بتاعتي وفقا لما هو متفق عليه داخل الفندو يعني هي بتختلف من فندق لآخر بتختلف فممكن يحط دواسة القدم قدام الحوم وفيه ناس بتحط دواسة قدم كمان قدام البنيو فعلى حسب ما يتطفق معايا سياسة الفندق بنفز منشاقة الضيافة هي اللي بتحدد لي إيه الإجراء اللي هنفزه داخل الحمام بعد ما حطيت دواسة القدم بفتح سطارة سوري البنيو لو مقفولة إلى المنتصف طب لو مفتوحة بقفلها إلى المنتصف تمام؟ يبقى إذا بفتح سطارة البنيو إلى المنتصف بعد كده بمسح أرضية الحمام كويس جدا واجففها بطفي النور بتاع الحمام وبفتح باب الحمام بزاوية 45 درجة دي الإجراءات الأساسية اللي بعملها داخل الحمام بس في نقطة كمان نسيناها خلي بالك كويس جدا وانت في الحمام عينك على مستلزمات الرفاية الخاصة بالنزيل اللي هي السابليز والأمينتز بتاعته لو لقيت فيها حاجة النزيل استعملها بتكملها مرة وبتراجع ترتبها وبتحطها بالشكل المنصق مرة طب لو النزيل ما استعملهاش خلاص ما بضيفش أي شيء جديد يبقى إذا لو النزيل استعمل السابليز أو الأمينتز بتاعته اللي داخل الغرفة اللي هي ايه كده نفتكر مع بعض يا شباب اللي هي الشامبو أو الشوار جيل أو الكونديشنر أو أي سابليز بيحطها الفندق داخل الحمام تمام؟ براجع هل هذه السابليز خلصت؟ نقصت؟ فيها حاجة استعملت؟ ببدأ أشيلها وبحط مكانها حاجة جديدة داخل الغرفة بتاعتي علشان أحسس النزيل بقدرة أعلى من الرفاهية إحنا مهتمين بك جدا حتى الحاجات اللي خلصت أنا بتابع وبكملها لك مرة تانية وحضرتك تقدر تستعملها وإنت فيه منتهى الساعة تمام؟ بقى في الباب الحمام وبسيب زاوية الباب بـ 45 درجة يعني بيكون زي ما بنقول كده بالعامية بتاعتي موارب بوارب الباب بـ 45 درجة تمام؟ يبقى إذن بقى في الحمام بزاوية 45 درجة وقفنا لحد كده في الحلقات السابق هل بكده انتهت التيرن دون سيرفز؟ لا عندنا النهاردة مجموعة كمان من الإجراءات وكمان هنتقل لمخرج نعقل تاني إزاي أتعامل مع المشكلات اللي بتقابلني في الفترة المسائية وكمان إزاي أكتب الـ room assignment sheet بتاعي وأكمل بياناتي فيه بعد نهاية الخدمة بنقول يا شباب إن الإجراءات المتبقية من الخدمة المسائية بعد ما رتبت الغرفة والحمام مجموعة من الإجراءات المهمة أيضا اللي بتكمل الخدمة عندي عشان تدي إحساس عالي جدا من الرفاهية داخل الغرفة إيه هي الإجراءات دي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض استكمل إجراءات ترتيب الغرفة اللي هي إيه؟ قم بإنارة السرير اللي هي الإنارة الخافتة اللي قلنا عليها اقفل ستاير الغرفة تمام يبقى هعمل إنارة للسرير وبعد كده هقفل ستاير الغرفة رقم 3 شغل التلفزيون على القناة الرئيسية للفندق مع تشغيل موسيقى هادية داخل الغرفة وعدل الصوت لكي يكون منخفضة يبقى إذن رقم 1 هعمل الإنارة بتاع السرير بعد كده هقفل استاير زي ما قلنا بعد كده هعمل هشغل التلفزيون اللي موجود داخل الغرفة على القناة الرئيسية للفندق مع تشغيل موسيقى هادية داخل الغرفة وعدل الصوت لكي يكون منخفض يبقى إذن بقوم بعمل إيه؟ بعدل صوت التلفزيون عشان يكون هادي والموسيقى اللي شغالة عندي بصوت هادي اترك مكيف الهواء على ما تم ضبطه بواسطة الضيف لدرجة الحرارة يعني حضرتك ما تغيرش درجة الحرارة للضيف عملها القي نظرة شاملة وأخيرة على الغرفة وتحقق مرتين من كل شيء اترك الغرفة واغلق الباب جيدا وقم بتحديث تقرير حالة الغرف يبقى تاني عندي مجموعة من الخطوات اللي بعملها أو الإجراءات اللي بعملها عشان أستكمل التيرن داون سيرفز بتاعتي داخل الغرفة بعمل إنارة للسرير زي ما قلنا اقفل ستاير الغرفة لازم ستاير تنقفل تمام شغل التلفزيون على القناة الرئيسية للفندق مع تشغيل موسيقى هادية داخل الغرفة وعدل الصوت لكي يكون منخفض اترك مكيف الهواء على ما تم ضبطه بواسطة الضيف لدرجة الحرارة القي نظرة شاملة وأخيرة على الغرفة وتحقق مرتين من كل شيء اترك الغرفة وأغلق الباب جيدا قم بتحديث تقرير حالة الغرفة يبقى إذن مجموعة من الإجراءات البسيطة اللي بتعملها كمان داخل الغرفة هذه الإجراءات بتكمل اللفتة الجميلة اللي انت بتعملها داخل الغرفة عشان تكون الغرفة في حالة من الهدوء والجمال والمتعة اللي تساعد النزيل على النوم بشكل هادي تمام؟ طب إيه هي الإجراءات الصغيرة كمان بقى اللي بعملها؟ احنا قلنا إن احنا بنعمل إنارة خافتة جنب السرير بعد كده بغلق الستائر بغلق الستائر إن هي الخفيفة ولا تقيلة ولا نهي؟ لا الستائر تقيل أنا عايز أقفل جميع الإضاءة اللي موجودة من الخير خلي بالك أنت ممكن تقدم التيرن داون سيرفز الساعة 3 عصرا يعني الدنيا بره منورة يعني لو شديت الستائر الخفيفة مازال في ضوء داخل الغرفة أنا مش عايز دا أنا عايز أدي إحساس الغرفة يدي إحساس للنوم الهادي فبالتالي حقفل كل الستائر اللي موجودة في الغرفة وخاصة الستائر التقيلة تمام؟ علشان أدي أغلق تماما أي ضوء ممكن يدخل من الخير دي رقم اثنين رقم تلاتة أشغل التلفزيون اللي موجود في الغرفة على القناة الرئيسية للفندق وبيكون عليها موسيقى هادية هذه الموسيقى بشغلها بدرجة صوت منخفض علشان النزيل ما يخشش ينزعج لأ دا أنا عايز أشغله موسيقى هادية كده تعمل إيه استرخاء ويكون كلاسك عشان يقدر ينام تمام؟ فبالتالي بقى أعمل الإنارة أقيد الإنارة بشكل خافت أقفل الستائر اللي هي التقيلة اللي موجودة عندي بعد كده بعمل إيه شباب بعمل تشغيل قناة التلفزيون على القناة الرئيسية للفندق مع تشغيل موسيقى واعدل الصوت بحيث أنه هو يكون صوت هادي تمام؟ أو منخفض رقم أربعة بعمل إيه؟ بشيك مرة تانية على كل اللي موجود في الغرفة بيقولك إيه؟ القي نظرة على كل شيء موجود داخل الغرفة مرتين مش مرة واحدة قد تكون مثلاً وإنت بتبص على الغرفة وسلات المجملات نسيت أحد الطفيات فيها طافي سجاي أشيله بسرعة فيه حاجة مش محطوطة مظبوط فيه إزازة ميا مش معدولة فيه الرموت نسيت أحطه على الكومودينو نسيت أرتب جزئية معينة وأنا بحط دواست القدم نسيت أحط الاسليبر يبقى ركز كويس جداً وراجع كويس جداً على كل جزئية داخل الغرفة وبدل ما تبص عليها واتباحها مرة لا إلقي نظرة وتابع هذه الجزئية مرتين تمام؟ بعد كده بعد ما رجحت على كل شيء داخل الغرفة أعمل إيه شباب؟ اغلق باب الغرفة وبعد كده جدد التقرير بتاعه هجدد التقرير بتاعه إزاي؟ أنا مثلاً داخل غرفة رقم واحد فببدأ أطلع وأقول إن تم تنفيذ التيرن داون سيرفز داخل غرفة رقم واحد هي في البداية كانت مستعدة لتقديم الخدمة بعد كده تم فيها تقديم الخدمة يبقى إزاً أنا هنا جددت التقرير بتاعه طيب فيه حاجة كمان هو إحنا مش ممكن يكون داخل الغرفة دي أو عليها من بره الـ D&D فاكرين اللي هو إيه شباب في خدمة غرف المزلاء؟ Don't stop يعني ممنوع الإزعاج يعني دي نقطة حتقبني أو حالات حتقبني فيه حالات الغرف اللي ممكن تكون موجودة داخل السيشن بتاعي واللي ممكن تسبب لي مشكلة هتعامل معها في اللي جاي دلوقتي يا شباب بكده هنكون خلصنا المخرج الأول بتاعنا في الـ Turn Down Service أو الخدمة المسائية أو خدمة تنظيف الغرف مساء تمام؟ هذا المخرج اللي اتكلمنا فيه هو إزاي يتبع الإجراءات الصحيحة في تقديم الخدمة المسائية في تقديم في ترتيب وتنظيف الغرف مساء ده المخرج الأول بتاعنا اللي احنا خلصناه وقلنا إيه هي الإجراءات اللي أنا بنفزها داخل الغرفة عشان أقدر أقدم الخدمة المسائية بتاعتي تمام؟ طيب أنا عندي في الخدمة المسائية بتاعتي ممكن يواجه الـ Room Attentent بتاعي مجموعة جبيرة جدا من المشكلات اللي ممكن يتعامل معه إزاي هيقدر يتعامل مع هذه المشكلات وإيه هي نوعية هذه المشكلات اللي ممكن تواجه مشرف الغرف تعالوا كده نشوفها في المخرج الثاني بتاعي ونشوف إيه هي معايير هذا المخرج ونتعامل معه إحنا عندنا المخرج رقم اتنين بتاعي اسمه إيه؟ تعامل مع مشكلات الفترة المسائية يبقى المخرج الثاني في الوحدة بتاعتنا تعامل مع مشكلات الفترة المسائية تمام؟ إيه هي المعايير اللي أنا حدرسها في هذا المخرج الثاني؟ يتعامل مع مشكلات الغرف التي تحدث خلال الفترة المسائية تابعا للسياسة العامة للفند خلي بالك كل شغلنا وفقا للسياسة منشأة الضيافة التي تعمل بها يبقى رقم واحد يتعامل مع مشكلات الغرفة التي تحدث خلال الفترة المسائية تابعا للسياسة العامة للفند رقم اتنين يبلغ عن المشكلات التي تحدث خلال الفترة المسائية تابعا للسياسة العامة للفند يعني أول حاجة هتعامل مع المشكلة رقم اثنين يبلغ عن المشكلة رقم ثلاثة يتعامل مع التلفيات البسيطة التي تحدث داخل الغرف تبعا للسياسة العامة للفند إذا إذن عندنا ثلاث معايير أساسية إيه هما نقولهم مع بعض مرة تانية عشان ما ننسهمش عشان دول اللي على أساسهم هتقيم في المخرج التالي يتعامل مع مشكلات الغرف التي تحدث خلال الفترة المسائية تبعا للسياسة العامة للفند يبلغ عن المشكلات التي تحدث خلال الفترة المسائية تبعا للسياسة العامة للفند يتعامل مع التلفيات البسيطة التي تحدث داخل الغرفة تبعا للسياسة العامة للفند رقم واحد كيفية التعامل مع الغرف التي تحمل لافتة ممنوع الإزعاج الـ D&D على باب الغرفة بعد يوم طويل من الصفر أو مشاهدة معالم المدينة وتخطي خدمة ترتيب الأسرة المسائية يعني أنه سيعاد ترتيبها في الفترة ويتم التعامل معها كالأتي في جامع الحالات يجب عليك عدم إزعاج الضيف إذا كان من المقرر أن يخرج الضيف فلا تزعج غرفة الـ D&D حتى يغادر بمجرد انتهاء وقت الخروج المتوقع تعمل على إبلاغ المشرف أن غرفة الضيوف لا تزال D&D بهذه الحالة يجب التحقق مما إذا كانت الخدمة مطلوبة من عدمها من النزيل نفسه إذا لم يرد النزيل خلال فترة الخدمة الصباحية وتقرر عدم الطلب يجب عليك اتباع سياسة الفندق في ذلك فمن الوارد أن يكون النزيل مريضا أو مصابا أو غائبا عن الوعي وفي حاجة إلى إسعاف طبي وهنا ينبغي إبلاغ المدير المسؤول لاتخاذ القرار اللازم تعالوا بقى كده نشرح اللي احنا قلناه سريعا ده كده مع بعض واحدة واحدة بصة شباب في الخدمة المسائية أولى المشكلات أم مش مشكلة أولى الحالات اللي ممكن تقابل مشرف الغرف هي غرفة الـ D&D أو الـ Don't disturb أو ممنوع الإزعاج تمام؟ أنا النزيل جاي في الفترة الصباحية كان بتفسح مثلا وجه رح حاطت على الغرفة بتاعته D&D تمام؟ في هذه الحالة احنا متعلمين إيه في خدمة الغرف ممنوع إطلاقا إن أنا أقرب لهذه الغرفة وبكتب على طول في الـ Room Assignment Sheet بتاعي إن هذه الغرفة إيه D&D تمام؟ طب خلي بالك أنت لما كنت تستلم الـ Room Assignment Sheet أو تقرير حالة الغرف بتاعت كنت بيبقى موجود فيه إن ممكن غرفة رقم واحد دي ما زالت D&D يعني هي مكتوبة في الفترة الصباحية D&D وإنت لما دخلت تاني تقدم الغرفة في الفترة المسائية لقيتها D&D تمام؟ هعمل إيه؟ في بداية الوردية المسائية مش حاجة ناحية الغرفة تمام؟ وحكتب إن هي لزالت D&D واستمر في تقديم الخدمة بتاعتي في جميع الغرف ولكن في نهاية الوردية أتابع إن الغرفة حالتها تغيرت ولا لأ؟ لو حالة الغرفة دي ما زالت دي إن دي في هذه الحالة خلي بالك إن أنت لازم تبلغ مشرف الدور بتاعك لأن في هذه الحالة النزيل قافل باب الغرفة بتاعته وعامل علامة ممنوع الإزعاج من الصبح لحد نهاية اليوم فدي حالة ممكن تصير الشك يعني النزيل ده ممكن يكون فيه مشكلة عنده جوه ممكن يكون مصاب أو ممكن يكون فقد للوعي ومحتاج لإسعاف طبي وبالتالي في هذه الحالة لازم ندخل الغرفة أدخلها كده خبط وخش؟ لا خلي بالك فيه سياسة عامة للفندق وعادة بيكون بإبلاغ المشرف بتاعك والمشرف بيبلغ الأمن والريسبشن وتلاتة من مندوب واحد من الريسبشن ومن الأمن وكمان من السوبرفايزر الخاص بالدور بتاعك بيدخلوا هم التلاتة وبيخبطوا على الغرفة وبيتعاملوا مع النزيل طب لو دخلوا الغرفة وخبطوا على النزيل والنزيل فتح وما كانش فيه مشكلة الراجل نايم دون نهار أو مش عايز حد يزعجه دون نهار بيعمل حاجة جوه الغرفة وخبط على النزيل في هذه الحالة بيتم الاعتذار للنزيل ولكن بيقولوله أو بيفسروله أن هم خبطوا على باب الغرفة ليه علشان خاطر أنه هو الفندق قلق على النزيل أنه ممكن يكون محتاج أي إسعاف أو أنه فيه مشكلة جوه الغرفة نظرا لطول المدة اللي محطوط عليها لفدة الدون تستيرب أو ممنوع الإزعاج يبقى إذن تاني بنقول في حالة ما إذا وجدت حالة من حالات الغرف اسمها الدين دي أو الدون تستيرب خلي بالك كويس جدا أن أنت لازم تراعي في هذه الحالة أن أنت تتابع حالة الغرفة لو أنا في الرمق السايمنتشيب بتاعي الغرفة دي حالتها من الفترة الصباحية دي إن دي هدخل الفترة المسائية وابتديها وألاحظ هذه الغرفة والله لقيتها دي إن دي لسه هتركها لحد نهاية الوردية وبعد كده روح أتباح استمر وضع اللافتة لأ في الحالة دي ببلغ مشرف الدور بتاعي وهو بدوره بيبلغ الأمن وبيبلغ الريسبشن وبيقدروا يدخلوا الغرفة بالطريقة أو السياسة الموضحة داخل الفند طيب لو أنت رجعت بعد نهاية الفترة ولقيت دي إن دي إن شالت بمنتهى البساطة بقوم داخل جوة الغرفة مقدم الخدمة بتاعتي تمام وبقدم كل الإجراءات اللي المنفذة داخل الدام داون سيرفس في منطقة السرير والحمام وبجهز بقية الإجراءات بتاعتي داخل الغرفة وبعد كده بخرج وبغير حالة الغرفة في الروم أسايمان شي بتاعي من دي إن دي لتقديم الخدمة تمام وورد جدا أني خلي بالك في هذه الغرفة اللي هي عندها دي إن دي من الفترة الصباحية اللي ما يكونش تقدم فيها خدمة في الفترة الصباحية ففي هذه الحالة لأ ده أنا مش هقدم اللافتات بس وافتح السرير وحط الورد دي لأ دا انت هترتب المنطقة والغرفة ترتيب كامل اللي ما تقدمش في الفترة الصباحية هنضف منطقة السرير كويس وحفرش الملاية والدوفي وحفتحها وحط اللافتة وحط دواست القدم وكمان هخش الحمام واخسله كويس جدا في هذه الحالة انت هتنضف تنطيف كامل للغرفة لأن هذه الغرفة ما تمش تقديم الخدمة لها في الفترة الصباحية ولكن تم تقديم الخدمة بس للغرفة الأخرى لأن دي كان محطوط عليها علامة دي إن دي اللي هي ممنوع الإزعاج تمام؟ طيب أنا قدمت الخدمة الغرفة في الخدمة المسائية وكانت العلامة انشالت بتاع ممنوع الإزعاج فبدأت أقدم الغرفة طيب لو ما انشالتش زي ما قلنا ببلغ المشرب بتاعي وبيتعاملوا معاه ليه؟ لأن وارد جدا يكون النزيل اللي موجود عندي داخل الغرفة عنده حالة مرضية محتاجة إسعاف ومش قادر يخرج برة الغرفة أو يبلغ الناس فبالتالي طول مدة وجود علامة ممنوع الإزعاج بتقلق دايما وبالتالي حضرتك لازم أن يكون عندك عين دايما بتلاحظ وبتابع كل شيء لأن انت لو أهملت ممكن لقدر الله تحصل مشكلة ليه النزيل أو مشكلة ليه الفندق بسبب إهمال حضرتك لهذه اللافتة المهمة جدا والخطيرة اللي لازم نتعامل معها بمنتهى الهدوء يبقى إذن أولى الحالات اللي بتقابل مشرف الغرف في الفترة المسائية واللي بنعدها في بعض الأحيان مشكلة إن الغرفة دي تعاليها لافتة او عدم الإزعاج وقلنا إن أنا بتعامل معاها بتلت حالات مختلفة أول حاجة لو هذه الغرفة من الفترة الصباحية فأنا بتابعها في الفترة المسائية طب لو هي فقط في الفترة المسائية وكان تم تقديم الخدمة الصباحية بتنيني لآخر الوردية وبتابع هذه الغرفة والله إن نزيل شال اللافتة وخرج ببدأ أدخل أقدم الخدمة أو حتى لو هو داخل الغرفة ولكنه أزال لافتة ممنوع الإزعاج فببدأ أخبط على الباب بزي ما قلنا وببدأ أقدم الخدمة المسائية بتاعتي بمنتهى الزوء واللباقة للنزيل اللي موجود عندي تمام؟ طيب دي الحالة الأولى من حالات المشكلات اللي بتقابلني داخل الغرفة في الخدمة المسائية تعالوا كده نشوف مشكلات ايه تاني موجودة داخل الغرفة ممكن تسبب لي مشكلة وازاي أتعامل معي بنقول التعامل مع شكاوى النزلاء يبقى إحنا إذن عندنا نوع تاني من المشكلات اللي ممكن تواجه الروم التندنت عندي أو مشرف الغرف في الفترة المسائية اللي هي شكاوى النزلاء طيب شكاوى النزلاء دي زي ايه؟ رقم واحد الشكاوى المطالقة بعدم تجهيز الغرفة من حيث النظافة والترتيب يعني ممكن الجسد مش راضي على مستوى النظافة اللي تقدم في الغرفة في الفترة المسائية الصباحية وبطبيعة الحال على مشرف الغرف هنا حل هذه الشكاوى بشكل فوري على طول بدخل الغرف وببدأ أقدم الخدم رقم اتنين الشكاوى المتعلقة بنقص المواد الضرورية لتسهيل إقامة النزيل زي الصابون البشاكير وغيرها من مستلزمات رفاهية النزيل وبقوم أيضا قسم الإشراب بتلبية الطلبات التي يطلبها النزيل بشكل سريع إذا كان ضمن اختصاصها أو الاتصال بالقسم المختص لتوفير هذه الطلبات ومتابعة تنفيذها بأسرع وقت للنزيل رقم ثلاثة الشكاوى المتعلقة بمستوى الغرفة المفرش الباهت على السرير هو أول شيء بيلحظه معظم النزلاء ولأن الانطباع الأول مهم جدا ينبغي الإبلاغ عن هذا المفرش واستبداله كذلك الحال بالنسبة للمناشف أو البشاكير تمام؟ يبقى إذن رقم اتنين عندي التعامل مع شكاوى النزلاء أول شكاوى من شكاوى المنزلاء يا شباب هي الشكاوى الخاصة بعدم تجهيز الغرفة من حيث النظافة وبالتالي في هذه الحالة ببدأ على الفوح حل هذه المشكلة يبقى إذن تاني نوع من أنواع المشكلات اللي ممكن تقابل مشرف الغرف داخل الغرفة هي شكاوى المنزلاء وأول نوع من هذه الشكاوى هي الشكاوى الخاصة بترتيب وتنظيف الغرف من أكتر الشكاوى اللي بتيجي داخل الغرف يا شباب هي الشكاوى الخاصة بالنزيل أنه دخل الغرفة مش مترتبة كويس الروم أتندنت أو مشرف الغرف لما دخل الغرفة في الفترة الصباحية قدم الخدمة بشكل سيء فبالتالي على العاملين بالفترة المسائية أنه يواجه هذه المشكلة حضرتك دخلت في السشن بتاعك وبتخبط عشان تقدم الروم أسايمنت التيرن داون سيرفز بتاعك تمام؟ فأنت روح تعمل إيه؟ لقيت النزيل في وشك وبقولك الغرفة وحشة جدا والسيئة وما تنظفتش في الحالة دي هتقوله طب خلاص تمام يا فندم وحتمشي لا على الفور بمنتهى السرعة تحت أمر حضرتك لفندم ويس بلجار وبتدخل على طول تقدم الخدمة وبتعيد ترتيب وتنظيف الغرفة مرة تانية بأعلى جودة وبأعلى مستوى حتى تضمن إرضاء النزيل أو العميل بتاعي يبقى إذن أول شكوى أو أول نوع من الشكاوى اللي ممكن تيجي للخدمة المسائية أو تواجه الخدمة المسائية هي شكاوى إنه زلاء من حالة الغرف من حيث الترتيب والنظافة فبالتالي على دايما العاملين بالفترة المسائية مواجهة هذه المشكلات وعدم إغفالها لأن النزيل في هذه الحالة ممكن يزعل جدا ويغضب بشكل كبير جدا لأنه مش شايف الغرفة بتاعته اللي هو دافع فيها فلوس طبعا وجاي عشان يستريح فيها مش مترتبها ومش متنظفها بالشكل الجيد وبالتالي هذه الشكاوى اللي بتوصل عن طريق الأردر تقر بيتم تبلغنا بيها إحنا كاروم أتندن في التيرن داون سيرفوس وبلب بهذه الشكاوى غرفة واحد وخمسة وستة مثلا اشتاكوا إن الغرفة مش مترتبها بشكل نظيف تمام؟ فخلي بالك وإنت متوجه للسيشان ده الغرف دي تدخلها مباشرة وتنظف هذي الغرف بشكل فوري على الفور بشكل سريع عشان نضمن عدم غضب النزيل وكمان إرضاء دي رقم واحد طيب النوع الثاني من شكاوى النزلاء اللي هي نقص المستلزمات داخل الغرف تلاقي النزيل دخل الغرفة ولقي مثلا فيه أزايز ميا نقصة أو فيه صابون أو شاورجل أو فيه مستلزمات موجودة داخل حمام نقص فبالتالي بيرفع السماعة لو سمحت أنا محتاج شامبو لو سمحت أنا محتاج إزازة ميا كمان لو سمحت أنا محتاج تياس سكر لو سمحت أنا محتاج مثلا شاورجل داخل الحمام وهكذا فبالتالي مستلزمات الرفاهية داخل النزلاء هي برضو أحد الشكاوى اللي بيتم متبعتها من قبل قسم الإشراف الداخل ولكن هل في كل الحالات لو اشتكى النزيل لازم أنا أقدم؟ لا خلي بالك حضرتك بتروح الغرف وبتتأكد إن النزيل محتاج الخدمة دي وبتخش تكملها تمام؟ إزاي؟ بمنتهى الزكاء كده والله باقي حضرتك الراجل ده طالب شامبو وشاورجل وكوندشنة تمام؟ المفروض إن أنا لو دخلت الغرفة ولقيت الحاجات دي مش كاملة فبكملها على طول تمام؟ هو محتاج زيادة على حسب بقى إمكانيات الفندق وعلى حسب السياسة اللي الفندق بيقولها إحنا الفندق بيحط مثلا إزازة شامبو وإزازة شاورجل وإزازة مثلا كوندشنة تمام؟ هو محتاج لقى اتنين من كل حاجة هل إمكانيات الفندق تسمع؟ هل قسم الإشراف الداخلي يسمع؟ على حسب السياسة اللي بيقولها لرؤساء وعلى أساسه بقدر أكمل هذه الخدمة تمام؟ طيب الغرفة مثلا على سبيل المثال ممكن ما يكونش مسروح بها غير بإزازة مية في اليوم في أحد الفنادق فييجي النزيل يقولك لا إزازة مية واحدة ما تكفنيش فأنا محتاج كمان إزازة هل سياسة الفندق بتسمع بدا؟ لأ ما بتسمعش طب قال ينفع أنا كمشرف غرف لو طلب مني أن أنا أضيف إزازة كمان أن أنا أضيفها داخل الفندق؟ لأ خلي بالك أنت لازم أن تبقى عامل حسابك أن الإضافة دي ممكن أنت تدفع حقها فبالتالي وفقا لسياسة الفندق هو طلب إزازة مية؟ لأ محتاج بقى إزازة مية هو ممكن يشتري من الفندق على حسابه الخاص لأن دي الإمكانيات المتفق معها عليه في الفطورة بتاعته أنه حينضف لك إزازة مية واحدة في اليوم فبالتالي أي إزازة مية تانية هو حيحتاجها فلازم أن حيدفع حقه لأن أنت لو ضفتها من غير ما تستأذن أو من غير ما تعرف أن سياسة الفندق بتقول كده الفندق حيكلفك حسابها أنت كشخص داخل بيعمل داخل الفندق تمام؟ طيب هل جميع المستلزمات أو جميع الطلبات اللي بيحتاجها هذا النزيل بتكون خاصة بقسم الإشراف الداخلي بس؟ لا ده فيه مستلزمات تانية ممكن النزيل يحتاجها داخل الغرفة ويكون قسم الإشراف مش هو المسؤول عنه قسم الإشراف على طول لو تم تبليغه بهذه الشكوى على طول بيحولها للقسم المختص داخل الفندق عشان يقدم هذه الخدمة يعني على سبيل المثال لو فيه في الفندق عندي قسم اللاندري ما منفصل عن قسم الإشراف الداخلي والراجل محتاج خدمة اللاندري تمام؟ فبالتالي أنا بعمل إيه؟ بكلم ورفع السماعة على الوردر تيكر أنا محتاج حد ينظف لي جاكت تمام؟ بلغ لي قسم الإشراف الداخلي هو اتصل على الإشراف الداخلي فبلغ لو سمحته أنا محتاج الجاكت بتاعي يتنظف على أساس أن هذا النزيل متوقع أنه هو هذا القسم مشرف على اللاندري فبيعمل إيه قسم إشراف الداخلي؟ هيقوله لأ مش أنا المسؤول بقى حضرتك يسأل حد تاني؟ لا ده على طول حاضر يا فندق تحت أمر حضرتك وبيقوم على طول محول الطلب مرة تانية لقسم اللاندري وبيخليه تواصل بشكل سريع مع النزيل عشان يقدم له الخدمة المطلوبة وهي تنظيف الجاكت بتاعه تمام؟ يبقى إذن عندنا في قسم الإشراف الداخلي مجموعة من المستلزمات اللي يقدر يقدمها طب لو أقسام تانية بيحول هذه الخدمات لأقسام تانية زي مثلاً كمان مثال لو أنا دخلت جوة الغرفة كإشراف داخلي ويتبلغ لي أن خلي بالك التكييف بصر مية وفي مشكلة هل أنا كمشرف غرف منطلية أو مسموح لي أن أنا أقف على السلم وصلح التكييف؟ طبعاً لا في الحالة دي بعمل إيه؟ بقوم على طول محول هذا الطلب أو هذه الشكوى إلى قسم المنتنس أو الصيانة وأقول له لو سمحت تعالى في مشكلة في غرفة مثلاً عشرة التكييف في مشكلة فلو سمحت روح أو النور في مشكلة تعالى صلح الكهرباء اللي موجودة في الغرفة دي أو صلح التكييف أو أياً كان نوع الصيان ممكن يكون في مشكلة في السباك فبالتالي بحول هذا الموضوع للقسم المختص عشان يحقق المستلزمات ويواجه الشكوى اللي النزيل بيقدمها ويحلها له تمام؟ يبقى إذن النوع التاني من الشكاوى من المشكلات اللي ممكن يقابلها الروم التندن في خدمة الغرف المسائية إنه هو بيقابل شكاوى النزلاء أول حاجة الشكاوى الخاصة بترتيبه وتنظيف الغرف ودي بينفسها قسم الإشراف الداخلي على طول لأنه هو المسؤول عنها تمام؟ وبتقدم بمنتهى السرعة وعلى الفور ببداية من النزيل الاشتكه دي رقم واحد طيب رقم اتنين الشكاوى الخاصة بمستلزمات الرفاهية وطلبات النزيل داخل الغرف بنقول إن هذا النوع من الشكاوى بينقسم إلى جزئين جزء بيكون قسم الإشراف الداخلي مسؤول عنه وبالتالي بيعمل على تنفيذه بمنتهى السرعة وجزء تاني ممكن يكون أقسام تانية داخل الفندق وهي المسؤول عنه وبالتالي قسم الإشراف الداخلي بيحول الشكاوى لهذا القسم اللي بيقوم برضو هو كمان بمنتهى السرعة بمتابعة شكاوى النزيل وحلها على الصبر تمام؟ طيب النوع التالت من الشكاوى أنا دا عندي الغرفة مترتبة ونضيفة وشكلها زي الفل ولكن النزيل لما دخل لأ المفرش اللي موجود على السرير شكله باهت ما عجبوش إيه درجة اللون من قطر الاستعمال والغسيل باهت درجة اللون فحس كده إن شكل المنظر كده مش حلو ومش عاجبه فبيبدأ على طول يرفع سماعة التليفون ويشتكي منظر الشغل مش عاجبني والقضة مش عاجبين تمام؟ فبنبدأ نحل هذه المشكلة على الفور من المنطب حل هذه المشكلة؟ هو قسم الإشراف الداخلي هو المسؤول مسئولية كاملة عن حل هذه المشكلة وبنقول إن هذه المشكلة إنت كمشرف غرف إنت اللي مسؤول عنها ليه؟ لأن إنت اللي حطيت اللينن دا وإنت اللي فرشت الجزئية دي عين حضرتك لازم أن تلاحظ لو هذه القطعة من اللينن اللي حصل لها بهتان أو بهتت أو لونها تغير من الاستعمال ما تفرشهاش داخل الغرف غيرها ودي أردن للمشكلة بتاعك إن الغرفة إن هذا القطعة من المفروشات أصبحت غير لائقة للاستعمال ليه؟ لأن خلي بالك دايما العين بتدي قرار دايما قبل ما المخ يشترك الانطباع الأول من نظرة العين فلو أنا دخلت كده لقيت الغرفة بتاعتي في منتهى الجمال والأناقة والشياكة فأنا حكون سعيد جدا حتى قبل ما استعمل أي حاجة فيه إنما لو دخلت لقيت الغرفة المفرش باهت والملايات مثلا يعني متراهلة من كتر الاستخدام في هذه الحالة أنا حكون مبسوط؟ إطلاقا لا فبنقول خلي بالك الانطباع الأول لدى النزيل هو من أهم الأشياء اللي أنت لازم أن تحرص عليها كفندق في تنفذها خلي بالك دايما اللقطة الأولى عند النزيل هي اللي بتأكد استمراريته للزيارة وكمان ميجيه مرات أخرى فأول منظر العين بتشوفه خلي بالك منه فبنقول إن من ضمن الشكاوى الكتير اللي بتيجي داخل الغرف إن يخلي بالك المفرش اللي محطوط على السري الباهت أو لونه مش كويس فلازما حضرتك هذه القطعة أنت المسؤول عنها أنت اللي فرشت هذا الجزء فبالتالي على الفور بمنتهى السرعة وبأقصى سرعة ممكنة بيتم تغيير هذا المفرش الباهت ووضع مفرش في منتهى الجمال وبشكل لائق وبمنتهى الجودة أمام النزيل عندي عشان يكون مبسوط داخل الغرفة بتاعته وكمان يكون راضي تمام؟ يبقى إذن النوع التاني من المشكلات اللي بتقابل النزيل داخل الغرفة هي شكاوى النزلات طيب عندنا النوع الثالث من المشكلات اللي ممكن تقابل النزلاء داخل الغرفة وهي التلفيات ممكن يحصل تلفيات داخل الغرف وأنا كقسم إشراف داخلي ممكن أتعامل معه تعالوا كده نشوف إيه هي أنواع التلفيات اللي ممكن تقابل قسم الإشراف الداخلي وإزاي أتعامل معه بنقول شباب التعامل مع التلفيات إيه هي التلفيات اللي موجودة عندي؟ وجود عطل في الغرفة حتى لو كان بسيط يعني عدم صلاحية الغرفة للتسكين وهو ما يرمز إليه برمز O O O Out of order تمام؟ خارج الترتيب وهنشرح ده يعني إيه دلوقتي وهو اختصار لمستلح Out of order وهي للفندق خسارة كبيرة وخاصة خلال مواسم الرواج يعني إيه الكلام ده؟ بيقولك خلي بالك أن داخل الفندق ممكن توجد مشاكل كبيرة جدا من حاجات بسيطة زي إيه؟ أن أنت لو في بعض التلفيات داخل الغرفة وأنا كاروم أتندن تبدخل الغرفة كل يوم وأهملت هذه التلفيات هتتراكم مع بعضها وفي النهاية هتحول الغرفة من غرفة صالحة للاستخدام إلى غرفة O O O Out of order خارج نطاق الترتيب يعني إيه؟ يعني حضرتك الغرفة بتخرج تماما من عدد الغرف اللي موجودة عندي داخل الفندق لو أنا الفندق 200 غرفة أصبحه 199 حبيع 199 غرفة فقط وحفقت غرفة كاملة تدخل دخل أو تدر ربح على الفندق يبقى إذن ده نظر إيه؟ نظر إهمال مشرف الغرف للتلفيات البسيطة اللي ممكن تكون جوه الغرفة زي إيه؟ حضرتك مثلا إذا دخلت الغرفة ما بتشيكش على السباكة وما بتشيكش على الحنفيات مرة على مرة على مرة حصلت مشكلة كبيرة جدا في الصرف شكرا الغرفة دخل خارج الترتيب ما بقتش تقرأ أصلا عندي على السيستم السيستم أرى عندي إن أنا عندي 199 غرفة بس تمام؟ فأي موسم وخاصة الموسم الزروة اللي بيبقى فيه أعداد سياح كبيرة جدا ببدأ بيع 199 والغرفة دي بخرجها تماما خارج الترتيب لحين تصحيح هذا الخطر والحين ترتيب الصيانة بقى أو إصلاح مثلا الصرف اللي موجود في الغرفة مرة تانية تمام؟ أو فيه كمان حاجة تانية إن إنت وإنت بتنظف الغرفة حصل إن إنت ما تبعتش إن البياض نفسه بتاع الغرفة بيتآكل فيه مشكلة فما بلغتش الصيانة عشان تلحق بشكل سريع وبالتالي مرة على مرة حصلت مشكلة كبيرة جدا فيه جدران الحيطة بتاع الغرفة فبالتالي بدأت تحصل إيه؟ يحصل إن الغرفة مضطرين نخرجها خارج الترتيب على مندهنها مرة تانية علشان فيه مشكلة كبيرة جدا فيه تمام؟ فيه مشكلة تالتة إن ممكن يحصل مثلا مشكلة فيه التكييف أو مشكلة فيه الكهرباء داخل الغرفة وتحتاج وقت كبير جدا لإعادة إصلاحها وبالتالي أيضا تخرج الغرفة خارج الترتيب يبقى إذن من التلافيات البسيطة التي تهمل من قبل مشرفي الغرف تحدث المشكلات الكبيرة ويحدث خروج الغرف من الترتيب وتصبح الغرفة OOO أو Off Order وبالتالي تصبح هذه الغرفة خسارة كبيرة جدا للفندق وخاصة في مواسم الزروة أو مواسم اللي بيكون فيها إعداد كبيرة جدا من السياح عندي أو النزلات طيب المشكلة دي هعملها إزاي أو حرعيها إزاي إننا عيني داخل الغرفة يوميا بدخل صباحي ومسائي طيب أنت كمان في الفترة المسائية هوا لازم تشيك على الغرفة تمام وتتأكد إن كل جزء في الغرفة سليم وما تهملش أي جزئية ممكن يحصل فيها عطل ولو بسيط وتقول عادي يعني مش بايل النزل مش هيخبه له منه لا مرة على مرة هتعمل خسارة كبيرة جدا جدا جوا أرباح الفندق بتاعه نتيجة الإهمال البسيط للتلفيات البسيط تمام؟ طيب تعالوا نشوف إيه تلفيات كمان ممكن تحصل داخل الغرفة وتسبب لي مشكلة أكبر ينبغي إبلاغ المشرف عن هذه الأعطال حتى يقوموا بإبلاغ قسم الصيام الذين يقومون بتصليح هذه التلفيات إيه التلفيات اللي ممكن تكون في الغرفة زي إيه؟ زي التدفئة ممكن يكون فيه مشكلة في التدفئة داخل الغرفة الإضاءة اللي موجودة داخل الغرفة باب الغرفة ذاته فيه مشكلة القفل بتاعه أو مفتاح الباب فيه مشكلة ما بيفتحش المرحاض عندي أو الصرف فيه مشكلة درجة الحرارة المية اللي موجودة داخل الغرفة ما بتسخنش مثلا أو سخنة جدا زيادة عن اللزوم فبالتالي كل هذه التلفيات لازم أتعامل معا وفي التالي في كل هذا النوع من التلفيات لازم بشكل سريع أحولها للمنطقة المختص أو القسم المختص وهو قسم إيه شباب؟ قسم الصيانة وببلغ على طول عن طريق عمل أردر صيانة للعملين داخل قسم الصيانة إزاي؟ أنا دخلت على طول داخل الغرفة في الفترة المسائية الفترة الصباحية اللي موجود فيها أهمل تمام؟ أنا دخلت في الفترة المسائية لوجدت مشكلة من هذه الأنواع زي التدفئة، زي فيه مشكلة في الإضاءة زي مشكلة فيه لدرجة حرارة الميا زي مشكلة في باب الغرفة مشكلة في إن السرير بتاع الغرفة حصل فيه كسر فيه أي كسر في أي إضاءة فبالتالي بعمل إصلاح لهذه التلفيات أو هذه المشكلة عن طريق التقرير اللي موجود قدامي ده المنتنس ريبورت أو تقرير الصيان وبكتب فيه باي عن طريق مين تم كتابة هذا التقرير الوقت الديت اللي هو الوقت اللي تم فيه كتابة هذا التقرير موقع التقرير ده في أنهي جزء في الفندق البروبلم اللي موجودة عندي إيه هي المشكلة بقى اللي موجودة داخل الغرفة هر هي إضاءة ولا صرف ولا إيه كمام؟ هتتوجه لمين؟ هتوجهها لمين؟ لقسم الصيانة ولا قسم الدهانات أو قسم إيه؟ تمام؟ الديت أوف كومبيليت تم تنفيذها حل المشكلة دي إمتى؟ والوقت اللي تحلت فيه اللي هي كومبيليت باي تم إكمالها بواسطة مين؟ وريماركز الملاحظات اللي تمت خلال حل هذه المشكلة طلب الصيانة ده شباب مهم جدا جدا وبيتم من خلاله معالجة جميع المشكلات اللي بتواجه قسم الإشراف الداخلي في الفترة المسائية ومن خلاله بيتم إصلاح جميع التلافيات اللي بتتم داخل هذه الفترة بعد ما بتم ده بخرج خارج الغرفة بتاعتي وبكتب التأرير الخاص بي وبغير حالات الغرف وفقا لنوع الغرفة والمشكلة اللي موجودة فيها وبكده بتكون انتهت الترن داون سيرفس أو الخدمة المسائية اللي بقدمها داخل الغرف وكمان بتكون انتهت حلقتنا النهاردة وفيه أسيبكم فيه أمان الله وانتظركم فيه حلقات قادمة بإذن الله إلى اللقاء